السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم هشام وزي ما شايفين من ضحكتي اليوم فيديو حصري وجديد وزي ما عودكم على الحصريات من قبل ولله الحمد كنت أول من جابي البلاك شاك بلاك شاك 3 برو الريد ماجيك 5 جي وايضا ان شاء الله الريد ماجيك 5 اس حيصولني بعد شوية واليوم عنا فيديو حصري جهاز من اكتر الاجهزة طلبا ولحد الان ما شفت لاش اي ريفيو في الوطن العربي طبعا شفت المجموعة الفيديوات عربية ولكن كانت عبارة عن تركيب صوت يعني واخذين الفيديو من قن اجنبية ومركبين على الصوت ولكن اليوم سيكون اول استعراض عربي لجهاز كيف انتم عارفين المي 10 اولترا من شاومي قاعدة حد الآن ما افتحت العلبة وسنفتحها ان شاء الله مع بعض ولكن خلينا تكوكم بعض المواصفات اللي تحمسك لهذا الجهاز عارفين ان اسم الاولترا يعني انه مواصفات قوية وربما تعتقد ان الاس 20 اولترا او النوت 20 اولترا هما اقبل جهازين في العالم ولكن بعد ما تسمع مواصفات الشاومي 10 اولترا ستغير رايق خير نبدو المعالج هو snapdragon 365 الرام توصل الى 16 جيجا بايت LPDDR5 الذاكرة الداخلية توصل الى 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 الشاشة ترددها 120 هرتز الزوم في الكاميرا 120 اكس وهذا اكبر رقم موجود في السوق حاليا سرعة الشحن 120 واط وهذا اقوى شيء موجود في الساحة حاليا الشحن اللاسلكي 50 واط وتقريبا هذا اقوى الشحن اللاسلكي موجود في السوق حاليا فالمواصفات بصراحة رهيبة جدا ولذلك يستاهل انه يكون معنا اليوم في القناة فاكيد انت لو اهتم بالجهاز وبالهواتف بصفة عامة اتاكد انك انت تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات بيش يصلك اشعار اول ما ننزل فيديو جديد لانه طبعا هنراجع الجهاز حنقارنا مع النوت 20 اولترا او ال S20 اولترا اللي اتبه حنقارنا مع P40 برو مع الريد ماجيك مع جميع الاجهزة اللي انتم تطلبوها مني فلذلك دعمكم مهم جدا يلا تعطينا اللايك تشارك المقطع مع اصدقائك واحبابك ايضا زي ما قلنا تشترك بالقناة ومن غير ما اطول عليكم لنبدأ فبسم الله نبدأ في فتح العلبة والشيط لاحظة ان العلبة لحد ما حاجمها غريب طويلة جدا غير مألوف وذلك لانه ميتن اولترا اصلا تم الاعلان عنه احتفالا بالذكرى العاشرة لتأسيس شركة شاومي فلذلك حاببوا انها تكون العلبة لحد ما شكلها يختلف شوية حتكون طبعا غلفة بالبابر راب وهذا شيء كويس اننا حاجد لكم الصين فاكيد محتاجين الحماية بيش تحمي الجهاز وهذه علبة الشاومي ميتن اولترا قدامنا وكويس ايضا انه موجود في الادابتر طبعا جهاز هذا رسميا صدر في الصين فقط ولا يباع خارج الصين وذلك من الواضح ان الشاحن اللي حيكون داخل الجهاز حيكون الشاحن طبعا الصيني فكويس انهم اعطونا الادابتر زي ما شايفين مرة ثانية تونتي تونتي والتي هي تمثل عاشر سنة لشركة شاومي خينافتها العلبة ونشوفوا محتوياتها اول شيء هتلقى رسالة بالصينية اكيد مفيش حد حييفهمها من تحت هتلقى التنت انيفيرسي او السنة العاشرة لشركة شاومي وهتلقى من فوق واحد المواصفات الميتن اولترا خلووا على الجنب الان ونشوفوا باقي محتويات العلبة اول شيء هتشوفه هو كابل يوس بي تايب سي وبعدها الشاحن المية وعشرين واط الخارق بصراحة ارقام رهيمة جدا ما شفتش اي جهاز تاني يدعم شاحن المية وعشرين واط المفروض انه هو يشحن لغاية واحد واربعين في المية في خمس دقائق فقط ومية في المية في ثلاثة وعشرين دقيقة فقط هذا طبعا حسب الاعلان اللي تم من شركة شاومي ولكن طبعا حنجرب لكم الجهاز ونقول لكم على الارقام هذي صحيحة او لا لدينا ايضا السيم تول او اداء فتح الشريحة وتحتها يوجد كوفر او كيس بصراحة الكيس عجبني انه متين جدا وليس كالشركات الاخرى لتعطيك كيس بسيط جدا انه يكون بس يمشي الحال لغاية ماشي شيء كيس تاني ولكن بالفعل الكيس هذا ما يكون تعتمد عليه لانه بالفعل صلب ويبدو انه يؤدي الغرض وهذا لدينا ادابتر اليو سبي تايب سي الى فتحة 3.5 مليمتر للسماعات الخارجية خلينا نرجع للجهاز الان ونتخلص من اللسكة طبعا هذا احلى شعور بصراحة لمدير انبوكسنج احلى شعور انك انت تشيل اللسكة هذه من عليه الجهاز اول شي اذا احطه في الجهاز طبعا انه هو في ثقل فهي لحد ما تقريبا وزنة 222 جرام ويعتبر من وزنة ثقيل معظم الاجهزة حاليا ما بين 180-192 جرام النوت 20 اولترا تقريبا 208 جرام P40 برو بلس تقريبا 220 جراميك بينما هذا خلفية من الزجاج وعلى فكرة محمية بطبقة من الجوريلا غلاس 6 بينما الشاشة الامية محمية بطبقة من الجوريلا غلاس 5 طبعا هذا شي غريب مفروض كان 6 بصراحة بالنسبة للجهاز الخلفية اكثر شي بارز زي ما انتم شايفين هو الكاميرات وصراحة الجهاز مليء بالكاميرات فخير نبدو باول كاميرا الكاميرا الاولى 48 ميجابيكسل الكاميرا الاساسية وكاميرا البيروسكوب او كاميرا التقريب هي عدسة 48 ميجابيكسل تعطيك 5 اكس اوبتيكو زوم او خمسة مرات تقريب بصري و120 اكس تقريب رقمي وفي ايضا عدسة تانية للتقريب 12 ميجابيكسل تعطيك 2 اكس بالنسبة للتقريب البصري وتقريبا هذا الثاني جهاز نشوف فيه عدستين للتقريب الاول منهم طبعا كان البيي 40 برو بلس بالنسبة للعدسة الاولترا وايد هي عدسة 20 ميجابيكسل وبصراحة بالنسبة للارقام رهيبة لان زاويتها 128 درجة وعلى ما اعتقد ان اكبر درجة كانت في النوت 20 اولترا والاس 20 اولترا هي 120 درجة فشي يستحق التجربة اكيد طبعا سنجربه لكم ونقول لكم وبالنسبة للتصوير يصور الجهاز بالفور كي تلاتين وستين اطار في ثانية وحتى الات كي زي زي الاس 20 اولترا والنوت 20 برو بالنسبة للعدسة الانمية هي 20 ميجابيكسل طبعا اشياء هذه كلها ان شاء الله سنجربها في خلال الريبيو الكامل ونقول لكم على النتائج من المواصفات الاخرى الجهاز ان فيه ستيريو سبيكر ايضا فيه الانفراريد اي انك انت تستطيع تحكم بالمكيفات والتلفزيونات عن طريق الجهاز ايضا بالنسبة للشحن اللاسلكي الارقام رهيبة جدا 50 وات بالنسبة للشحن اللاسلكي يعني حتى لو تقارن بالنوت 20 اولترا الشحن العادي الخاص بي له الشحن الكيبل 25 وات فهذا 50 وات وارلس فبصراحة الشي رهي بردن ومفروض نوع يشحن الجهاز في خلال 40 دكيكة ايضا يدعم حتى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات فزيما قلت لكم الطراحة الارقام رهيبة جدا فخلينا بس قاملين هي الفيديو انقارن بالنوت 20 اولترا والبي 40 برو بلس من ناحية الحجم وبعدها ان شاء الله نخلي كل شيء للريبيو ولو عندكم اي اسئلة او استفسارات عن هذا الجهاز اكيد خلوها في التعليقات باش نجد ان نجاوب عليها في فيديو الريبيو فهذا جهاز النوت 20 اولترا زيما شايفين نوت 20 اولترا اكبر من ناحية الحجم هذا شيء واضح جدا في النوت 20 اولترا ستة فاصلة تسعة بوصة مقارنة بستة فاصلة ستة سبعة بوصة بالنسبة للميتين اولترا بينما بالنسبة البي 40 برو بلس نحس ان الاحجام جدا متقاربة عن بعض وحتى حجم الشاشة قريبة عن بعض فزيما قلت لكم كحجم ووزن هو قريب جدا على البي 40 برو بلس كان هذا كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم ان شاء الله اعجبكم وزيما قلت لكم لاعلكم اي اسئلة او استفسارات عن جهاز خلافي اسفل التعليقات باش نريد ان نردع لها في فيديو الريبيو الكامل كالعادة شارك المقطع مع اصدقائك واحبابك اعطينا اللايك اشترك في القناة فعلى جرس تنبيهات تابعني على تويتر فيسبوك وانستغرام وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبكم في الله